حسام غالي إزاي شايف أداء مبارح للعيبة الآلي مع البير في MBC نشوف العيبة قدت المطلوب منها وكانوا رجالة جداً ولعبوا بجدية ويحسب أن العمل البدني لغاية آخر المتش يا سيد العيبة وقفة على رجليها مفيش غير إصابة واحدة عليه معلول وطول المتش اللعبة وقفة على رجليها ووقفة صحة وبتدافع صحة وبتجري وبتهاجم وبترد عجبني جداً الالتزام بالوجب الدفاعي والناس كلها وراء الكرة سي من أول الشهد الأولين تتلاحظ حسين الشاحات كان في هجمة للأهلي ورجع سبرينت من الثامنةاشر بتاع بايرن لغاية نص الملعب سبرينت كان عجبني فيلت كان فيه تركيز واللعيبة كانت عارفة طبعاً حجمة بايرن كويس جداً مش عايزين حد يأثر مش عايزين يبقى واحد بس ممكن خارج الزوم بتاع الدفاع اللي هو محتوط لهم الرضوة الأفعال في كل حتة في العالم دلوقتي الرضوة الأفعال مشرفة جداً وكان نموذج مشرف كتمثيل للقرة المصرية في مصر كل الحاجات دي كويسة جداً والناس كلها أشهدت بأداء الأهلي وإمكانيات الأهلي وحجم الناد الأهلي في كل حتة في العالم ودي حاجة كويسة جداً ومشرفة لنا كلنا كابتن حسام غالي أو الكابيتانو لما بتسمع الرجل ده بتسمع كلام موزون وكويس أولاً من ناحية الفنية هو قال أنا فخور بأداء الأهلي وقفين على رجليهم قدوا بأداء دفاعي منظم رائع جداً أنا فخور بأداءهم وأشهد بقدرتهم التنظيمية اللي خلته فخور لكن في حتة في هذه الحلقة التي تحدث فيها عن اعتداده بالنادي الأهلي تحدث عن أسباب هذا الاعتداد وقال إحنا في النادي الأهلي بنتربى على الانتصار وكبرياءنا بيخلينا نطلب المزيد ولا نتوقف عند حدود تقييم معينة فهو الكلام ده لما يقولوا بعد كده يشيد بالفريق إذن هو رأى ما يدعو إلى أنه يتحدث بالكبرياء وتحدث باعتداد ويتحدث بفاق وفي نفس الوقت بيقول إن هي دي شخصية النادي الأهلي طرد الكابتانو ترجمة نانسي قنقر